أهلاً يا بش مهندس أهلاً يا بش مهندس إزايك يا جمالات؟ عاملة إيه؟ إزاي كنت؟ الحمد لله والله إليك وحش إيه أخبار؟ يلا هتقعد فينا عشان البرنامج هتتجي؟ ها هتقعد في أي كرسي؟ طب تعال 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 تقعد إليك؟ ها أسألك بس سؤالة يا نوسة في إيه؟ نعم جرأي بش مهندس جاي عشاني ولا جاي عشان نوسة؟ بصراحة يا جمالات أنا جاي عشانكم وكلكم موسة؟ إيه حصل إيه؟ إلحاق يا نوسة بش مهندس ماله؟ واقف هناك أهو وبين عليها جمالات محلقة عليها بس إنتوا عاملين نمر حلوة قوي أنا جمالة والله كلك زوء إنت اللي بتنور المكان كله أنا أذنك يا حبابتي جرأي يا سهوك إيه يا بيت؟ هنقطع لبعض ولا إيه يا حبابتي؟ قولي الكلام ده لنفسك يا أختي يعني أقولي الكلام ده لنفس يا دلعدي لما أخذى يا جمالات لما أخذى إنت إيه اللي جاية؟ هيا يا نوسة مش عايزة تشوفيني ولا إيش؟ لا أنا قصد السبت سريك وإنت عيان وجيت لا خلاص مانا خفيتها وابقت زي البومة ماليكش حق يا عامل وما تفرجش عليك يا نوسة مقدرش المهم اللي اتفقنا عليه لبطل الأبطال خربوش جاز تبطمي أنا مع سليه وماشمش غيرنا كل حاجة فراب عليك يا نوسة فراب عليك على فكرة الفرق أو أبويا بيشكرك على الواجب اللي أنت عملته معاهم عليك يا نوسة ما عملتش حاجة؟ كيفية أنك سبت لنا الأرض لآخر المولد؟ ولو لبعد المولد كمان لو أحبيتك بابونا يخليك رينا يا عامل نعم انت رس هو في مكانك يا بات؟ مطلع يا أختي عشو تجاهزي نمسك عشان نمرتك بس لما أخوك يخلص نمرته لأول نعم وترس هتستنى يا أخويا لما خلص نمرته غراه يا أختي مش هتستعدي؟ ولا أت عايز أسمع كلمة تبقى عاطبك كنت أعرف يا لساني المعلم خربوش ليه هو أنا لساني راح فان يا جملات إياك بس خربوش بتاعك دا يفتح بقه ويشوفي هسدهوله إزاي لا بقى يا حصلت لكده يا لس شوف هتقعد فان يا باش مهندس هتقول عمرنا بفرقة بتاعتنا دي بتشغل بصمعتك مش عاوزين حد يلسل علينا ويقول تلت التلاتة كاب حقك علي يا باش مهندس ما تيزعلش اتفضل انت اتفضل والآن مع النمرة كبيرة مع الفاكر الخطيرة مع قاهر الوحوش خربوش اللي ما بيهم موش حديد على حديد يا فعل الله ما يريه معاكوا خربوش اللي ما بيهم موش سمعوني صعفة محمد الفراسولي سمعوني كمان صعفة محمد الفراسولي سمعوني كمان صعفة محمد الفراسولي سمعوني كمان صعفة ولليا نعم هاي شو تغيط غانا يا كربوش ايه اللي اخرت كده يا ما انت في السكة ايه ده انت لسه عند مونة يعني ما قولتليش ان انت حتباتي اعمل ايه بقى يا ماما مونة قصرت ان يبات معاها وعمر تعب وروحنا له المستشفى وبعد كده رجعنا تغدلنا في البيل وبعد كده رجعنا له تاني المستشفى بس المرة دي بقى ما لقناهوش اه محدش عارف هو راح فين وقافل تليفونه ايه قلت الزوق دي؟ الولد ده مش عجبني تصرفاته خالص عرفتي بقى مجاشر امباري حفلة عيد ميلادك؟ كان تعبان وابوبي يقول ان عربيته بازت في السكة طب مونة قالتلك ايه بقى ان شاء الله؟ يا سلام كل ده راح تباتي عندهم كمان والله الي حق ايامل فيك اكتر من كده مادم شايفت مدلوء عليه يلا يلا خلي بالك من نفسك بقى ايه كنت متكلم من مين؟ مهة؟ ايه لسه فتنتك؟ اه يا سيدي مونة مسكت فيها تبات هناك وهو ده بقى اللي مزعالك؟ الولد بيعملها معاملة وحشة قوي عبدالقوي معاملة مش عجباني خالص ازاي يعني؟ ما شفتوش؟ انبارح ما جايش والعبارها في عيد ميلادها اللي عرفه ان هو كان جاي بس حصل له ظروف فمقدرش يجي وانت مصدق الكلام ده؟ هو حر مفيش بينه وبين بنتك اي حاجة وبعدين الولد عمل اللي عليه بعت هدييته مع ابو يا سلام ويا كانت بنتك مستنيها هدييته ولا انت مش عارف؟ عارف ايه؟ ان بنتك بتحبه وهارف منين؟ يعني ابوما لما حلكش بأي حاجة؟ ما حصلش وبعدين تناسي يا مهدي تبقى بنت مين؟ بنت عبدالقوي جديد اللي اي حد من كبار رجال الاعمال او الوزراء يتمنى انها هتبقى من نصيب ابنك ايه بقى قولي الكلام ده لبنتك؟ جراك يا سميحا انا هعتبر نفسي ما سمعتش منك اي كلام يعني ايه بقى؟ انت رفض تجاوز بنتك لابن حسين الشواربي؟ اوافق على ايه زا ما كانتش فيه موضوع من اصله ولا عايزاني لما شوف حسين بقولي يا صبحت يا حسين جاوز ابنك يا ابنك موسيقى موسيقى يا ليلة مش بايدة يا عيني عالرمشين الليلة مش بايدة غير لما اعرف مين يا ليلة مش بايدة يا عيني عالرمشين الليلة مش بايدة غير لما اعرف مين الحي ده فين هو ده واسمه ايه وبيعمل ايه ايه بحيه الله علي ايه 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 وبيعمل ايه 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 عشان ايه ده كل والفساد لما بعاني عينك بالمنظر ده صعب للنسان يسكت عالقالي يبين انه عارف يتكلم يقول اي حاجة حسسهم ان ده لازم يتغير ولا يا شريف ايه اللي حصل بزبط نقلوني ديشنا يا ربا ايه